الحقيقة سبتمبر هو بداية 11 سبتمبر هو بداية السنة القبطية واللي بتعتبر أقدم تقويم في التاريخ بداية السنة دي وشهورها لها دلالات كثيرة جداً زي أنها بتعتبر بداية السنة الزراعية الجديدة وكمان لها دلالات فلكية بتساعد في تقسيم الفصول وأسماء شهور السنة القبطية واللي ارتبطت بأمثال شعبية كثيرة فهلاً بس أنت معانا على الهاتف للحديث عن السنة القبطية الدكتور هسين عبد البصير الباحث الأثري وعالم المصريات نتعرف تفاصيل أكتر منه عن هذه السنة القبطية الجديدة أهلاً بك يا دكتور تباها خير يا سوز محمد تباها خير يا سوزة بساند أهلاً بك يا سوزة بساند محرق طيب زي ما بساند كانت تقول 11 سبتمبر هو التوقيت الرسمي لبدء السنة الجديدة دلالة اختيار هذا اليوم ونعرف أكتر عن التقويم الرسمي للسنة القبطية طبعاً 11 سبتمبر هو أول رأس السنة المصرية القديمة وهو طبعاً بيمثل معبود عندنا المعبود تحوت أو توت أو تحوتي وطبعاً ده بيعرف بأيدي النيروز عند الإخوة الأقباط وطبعاً كان في مصر قديمة بنسميه وبترمبت بمعنى افتتاح السنة أي بداية العام الجديد طبعاً التقويم المصري يعتبر من أول التقويم التي عرفتها البشرية طبعاً اتفقت جميع الدراسات العلمية سواء كانت فلاكية أو أثرياً المصريين قدماءهم أول من قاموا بحساب السنة الشمسية عن طريق رصد ما يسمى بظاهرة شروق الاحتراق لنجم الشعر اليمنية اللي هو كان يسميه سوبيدت في مصر قديمة وعرفنا طبعاً أن طول السنة كان حوالي 365 يوم وربع والتقويم ده بدا يعني من أكتر من 6000 عام وهو نسب إلى الإله الجحوتي أول شهر في شهور هذه السنة رب الحكمة والكتابة عند قدماء المصريين وأن المصريين قد أماء طبعاً نعتبر هذا المعبود توصل إلى أول حساب الأيام عرفه البنسين احنا طبعاً بنحتفل في 11 ستمبر كل عام طبعاً لو كانت السنة بسيطة أو 12 ستمبر لو كانت السنة كبيثة طبعاً وفقاً لتقويم الشهداء اللي هو بدأ عندنا في 284 ميلادية في عهد الإمبراطور ديقليديانس طبعاً السنة اللي بتقويم السرق القديمة احنا بنسميها رنبت وهي سنة شمسية حوالي 365 يوم بيزيد طبعاً عليها يوم كل أربع سنوات وعادةً هي 18 شهر وفيه يعني يعتبر خمس أيام بنسمونه خمس أيام النسيق البعض بيعتبرهم شهر فقط تكون 13 شهر بس هي صح 12 شهر خمس أيام دي طبعاً هم خمس أيام بنسمونه مع عادة النسيق في السنة البسيطة وستة في السنة الكبيثة وطبعاً هو عيد النيروس ده هو يوم الاحتفال وهو يوم 11 ستمبر زي ما قلت حذك اللي هو نسب طبعاً العهد الإمبراطور الهوماني ديقليديانس طيب إزاي المصري القديم كان بيعتمد على شهور السنة القبطية عشان يحدد من خلالها مهامه سواء الزراعية أو من خلال البناء طبعاً بالنسبة لنا التقويم القبطي هو ما زال استخدمه الفلاح المصري إلى الآن في السنة الزراعية لأنه طبعاً يعتبر تقويم دقيق وتقويم متميز وطبعاً السنة في مصر قديمة يعني أسموها لثلاث فصول فصل فيضام وبنسميه باللغة المصري القديمة أخذ وطبعاً فيه بيفيد نهر النيل وهيبدأ من شهر يوليو حتى أكتوبر وعندنا فصل برد أو شتا وده بنسميه بيرت وده كان بيتم فيه بزر البزور وبداية الزراع ويبدأ في شهر نوفمبر ثم شهر الصيف اللي هو الشيمو وطبعاً اللي جاء منه كلمة شام نسين بالنسبة لنا يعني اسمه الصيف وده بيتم فيه الحصاد وده بيبدأ في شهر مارس شمو اسمو؟ شيمو شيمو وطبعاً كان بيتم احتفالات كتير جداً في هذه الفترة تقديم بقى القرابين النصير القدماء لها زي الإله ورسل إله إديس للتعبير عن شكرهم وطلبهم من بركات العام الجديد وكانت القرابين برعاً أطعمة وظهور وأحياناً برضه طيور وحيوانات وكان بتقام طبعاً الصلاوات وتقص في المعابد يعني وكان يطلب من أليها طبعاً مباركة العام الجديد بالخير والبركة وكان يصل من أجل هذه الأليها من أجل أن تكون المحصيل وفيرة وأنت يعني تأمن البلاد تكون في سلام وطبعاً كان بيتم احتفالات في مدن كبيرة زي طيبة وزي منف وكانت الاحتفالات بتشمل الموسيقى والرأس والألعاب الشعبية كل هذه الأشياء كانت تعزز من الروح الجماعية والعلاقات الاجتماعية بين المصريين القدماء جميل دكتور حسين يعني لغاية دلوقتي منشوف عظمة المصري القديم زي تعامد الشمس يعني عديد من الظواهر في أوقات معينة وفي ساعة محددة على عدد من المعابد إلى أي مدى ده بيدل على تقدم العلوم عند المصريين القدماء بشكل كبير جدا طبعاً المصريين القدماء أنا دائماً بقول أن مصر أول كلمة في كتاب التاريخ وهام موقع في كتاب الجغرافيا وبالنسبة لنا مصر هي أصل العالم وأصل حضارة لأن كل الأشياء يعني زي الفلك لسيادتك ذكرته كل هذه الأمورة يا صيد محمد بترجع إلى مصر القديمة لما نبص لها عندنا واحد زي إي محاطب أو بنسميه محاطب اللي هو اسمه الذي يأتي في السلام هو اللي عمل هرم سقارة المدرز الخاص بالملك زوسر وده كان حوالي 2700 قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام فهذا الرجل العظيم هو كان يعتبر فلكياً وكان معمرياً ومهندس وطبيب والمصريين قدماء قدسوا وهذا الرجل كان يحمل منطب كبير الرئين اللي هو بيسميه ورمأه كبير الرئين في منطقة اليبلس اللي هي عن شمس ومطرية حالياً وده بأكد لسيابتك منذ أقدم العصور المصريين القدماء كانوا متخدمين في العلوم ووصصاً في الفلك وفي الهندسة والطب ونشوف العجاز المعماري اللي موجود عندنا في الحرم الأكبر حرم الجيزة الأكبر اللي زي ما زال يعني كل يوم نكتشف فيه أسرار ويبهر العالم بعظمة البناء وروعة الأداء في هذه الفترة المتمزة من تاريخ البشرية حيث بتتكلم في حوالي الفين ستمائة وخمسين قبل ملاد سيد المسيح يعني حوالي أربعة ستمائة وخمسين سنة يعني شيء عظيم جداً أن المصر القديم من العالم كله كان يعيش في الغبات أو في الصحاري لكن مصر أيديما كانت تبدع وتضع فجر الضمير للعالم كله وده أهم حاجة أن حدثك بناءاً عن القيم الأخلاقية التي أمان بها المصريين القدماء تم كل هذا الإنجاز زي ما حركت قلت يعني هي فجر الضمير وهي أول كلمة في التاريخ الحضارة المصرية القديمة بشكرك شكراً جزيلاً دكتور حسين عبد البصير البحث الأثري وعالم المصرية